هذا البرنامج برعاية زين أهلا بكم إلى جلسة الأعمال من سين بيسي عربية أنا الطيب عبد الماكت هذه أبرز العناوين في هذه الجولة السعودية تصدر سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال تكلفة مشروع غاز بروم لتيرك سترين 11.4 مليار يورو والستريت جورنال انكماش صناعة النفط يهدد بفجوة مالية قدرها 4.4 تريليون دولار أهلا بكم من جديد تتوقع شركة غاز بروم الروسية أن يتكلف مشروعها تيرك سترين 11.4 مليار يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة وسيتكلف خط الأنابيب الأول 4.3 مليار يورو ويتكون مشروع تيرك ستريم الذي يتوقع يكون بديلا لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا من أربعة خطوط أنابيب بطاقة سنوية إجمالية تقدر ب63 مليار متر مكعبة ذكر تقرير لولستريت جورنال أن شركات إنتاج النفط العالمية سوف تفقد إيرادات بقيمة 4.4 تريليون دولار وذلك خلال السنوات الثلاثة المقبلة وفقا للتوقعات بشأن الأسعار والطلب مقارنة بالتقديرات السابقة منذ عام مضى المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير دخلت صناعة النفط مرحلة كماش نتجة التراجعة القوية في أسعار النفط والتي هبطت إلى ما دون مستويات الخمسين دولارا للبرميل تراجعات قد تفقد الشركات العاملة في هذا القطاع نحو 4 تريليونات و400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاثة المقبلة وذلك وفقا للتوقعات بشأن الأسعار والطلب مقارنة بالتقديرات السابقة منذ عام مضى وأشارت Wall Street Journal إلى أن تقديرات الطلب المستقبلي على النفط قد اتخذت اتجاه هبوطيا خلال الفترة الحالية حيث تشير توقعات الأسعار المستقبلية إلى خسائر في إرادات الشركات المنتجة تقدر بنحو 42% ما يمثل متوسطا يبلغ تريليون ونصف لتريليون دولار أمريكي سنويا وهو ما يعادل أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا وتعاني شركات النفط الكبرى مثل شيفرون أزمة ضخمة تتمثل في مدى قدرتها على مواجهة متطلبات المشروعات الكبيرة ومطالب حامل الأسهم مع وجود تدفقات نقدية منخفضة في الوقت الحالي وذلك بعد سنوات من النمو الضخم لقطع النفط كما تعاني شركة إنتاج واستكشاف النفط من نفس هذه الأزمات مع زيادة قيمة ديونها خلال ثورة النفط الصخري وصلت التقرير الضوء على رغبة منتج النفط في الحفاظ على هوامش الأرباح مما يعني نشر الأزمة إلى شركات خدمات الحقول الخام والتي شهدت تراجعا في المعدات العاملة بالإضافة إلى تقليص الأسعار إذن هي حالة انكماش سيطرت على قطع النفط في الوقت الحالي قد يكون الأمر البديل لها حدوث مزيدا من الارتفاع في الطلب على الخام إلا أن طباط النمو الاقتصادي في الصين يشير إلى انكماش في جانب الطلب أيضا مما يجعل هذه الشركات في مأزق حقيقي إذن نرحب بضيفي سيد صادق الركابي المدير في ICDS من لندن سيد صادق مساء الخير وأن شاكل لوجودك هذه الأرقام التي أوردها للتقرير وولستريت جورنال ب4.4 تريليون دولار خسائر لهذه الشركات إلى أي مدى هي أرقام واقعية نعم مساء الخير أخي الطيب بالفعل هي أرقام قريبة جدا من الواقع خاصة وأن الشركات النفطية الست الكبرى أوقفت مشاريع بقيمة 200 مليار دولار وهي 46 مشروع تحديدا لهذا العام بالتحديد وأيضا هذه المشاريع التي أوقفت كان معول عليها لأن تصبح مشاريع مربحة بعد أربع سنوات أو ثلاث سنوات إذا كنا متفائلين لذلك بالتأكيد أن هذه الشركات خسرت الأرباح التي كانت متوقعة بالإضافة إلى ذلك الفجوة التي يتحدث عنها تقرير وولستريت جورنال يتحدث عن فجوة مالية لأن البنوك أيضا التي كانت تعول على أرباح الشركات أيضا خسرت هذه الأرباح والإيرادات خسارة الشركات وخسارة البنوك انعكست على خسارات الدول المنتجة للنفط يعني انخفضت الواردات فيها وبالتالي حتى تقوم هذه الدول بدعم أسعارها واقتصادها قامت بسياسات تحفيز كمية هذه السياسات التحفيز التي أيضا تعتمد على البنوك أثرت في انخفاض أسعار العمولات ما ساهم أيضا في زيادة الفجوة النقدية بالإضافة إلى أن التقرير أشار إلى نقطة مهمة وهي نقطة شركات الخدمات النفطية يعني على سبيل المثال شركة شلانبرغر في الولايات المتحدة الأمريكية خفضت قرابة 20 ألف وظيفة هذا العام وشركات أخرى كشيل تخطط إلى تخفيز 6500 وظيفة لذلك أيضا هذا ينعكس على قطاع العمل بالتالي جميع هذه العوامل إذا اجتمعت تعطيك نسبة مقدار تريليون دولار سنويا وعلى مدى ثلاث سنوات يكون المبلغ ثلاثة ونصف إلى أربعة تريليون دولار نعم سيد صادق الآن لا يلوح في الأفق أو لا تلوح أي بوادر لوضع اقتصادي متحسن بل على العكس الصين ربما تقدم إشارات سالبة في هذا الاتجاه ما ينعكس على النفط لهذا البلد الذي يلتهم النفط التهام أكبر المستهلكين بالتالي الواقع سيكون على ما هو ما الذي ستتجه نحو هذه الشركات هل هي هذه الإجراءات الإدارية في تقليص الوظائف ربما تخفيض المشاريع ما هي الآثار المترتبة على ذلك أكثر نعم هذه الشركات بالفعل خفضت من المشاريع كما ذكرتم تقوم الآن بالتخطيط لعمليات بيع أصول لكن لا يوجد من يشتري هذه الأصول لأن الجميع الآن يريد أن يحافظ على أمواله في داخل اقتصاده الأمر الآخر يتعلق بالتخلي تخلت كثير من الشركات عن بعض الحقول التي تعتبر حقول قديمة للتوفير في المصاريف والنفقات أيضا تخلت عن مشاريع في حقول تعتبر حقول خطرة أو غير مكتشفة باستثناء شركة شيل التي ما تزال تعمل في القطب الشمالي وكما تقول الدراسات هي تراهن يعني مجرد مقامرة بأن أسعار النفط سوف ترتفع في غضون الثلاث سنوات وإلا فإنها سوف تكون خسارة كبيرة لشيل لكن أخي الطيب لا نريد أن نكون متشائمين كثيرا لأن تأخر هذه المشاريع وعدم الاستثمار أيضا سوف يكون له آثار سلبية على المعروض النفطي بعد خمس سنوات يعني حاليا إذا كان هناك معروض فائض بالمعروض بمقدار مليوني برميل فإننا إذا لم نقوم باستخراج مزيد من كميات النفط التي يجب أن تكون سنويا بمقدار 800 ألف برميل يعني كإنتاج سنوي زيادة سوف يكون هناك نقص بعد خمس سنوات بمقدار مليون إلى مليون نصف برميل يعني سوف تنقلب الآية ولذلك يتوقع كثير من المحللين أن يكون هناك صدمة فجائية يعني للسوق النفطية أن تتغير الأسعار من 70 إلى قرابة 80 أو 85 دولار لماذا لم تصل الأسعار أو لن تصل إلى 100 دولار لأن هناك أيضا بداء الأخرى عن النفط يعني الغاز الطبيعي سوف يزداد الطلب عليه هناك كفاءة أيضا باستخدام الطاقة في الأسواق اليابان اليوم على سبيل المثال التي كانت لا تريد الرجوع إلى المفاعلات النووية اليوم أعادت إنشاء أول مفاعل نووي وبالتالي هي تخلت عن عامل المخاطرة وسوف يقل استهلاكها للنفط هذه العوامل الضاغطة والمساعدة على إنتاج النفط سوف تجعل سعر النفط لا يتجاوز المئة لكن بعد خمس سنوات من الآن وليس حاليا نعم سيد صادق تتضارب التقارير فيما يتعلق بمستقبل النفط حتى على المستوى المنظور أو المستوى المتوسط بالأمص صادر التقارير يتحدث حديث قريب من الحديث الذي تحدثت أنت فيه الآن في أن أسعار النفط في 2016 ربما ستذهب إلى 67 و 72 دولار إلى ما ذلك باعتبار أن الأوضاع الجيوسياسية حصل فيها نوع من الاستقرار في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني ولكن البارحة نفسها البنك الدولي يشير بأن دخول النفط الإيراني على الخط سيحفظ من قيمة البرميل 10 دولارات يعني هكذا قال البنك الدولي في وقت قلل فيه الكثيرون من لا أقول أهمية دخول النفط الإيراني ولكن تأثيره الكبير على الأسعار باعتباره يحتاج إلى زمن أطول ربما حتى يعود للعمل وأنه في أقصى حالاته لا يتجاوز 500 ألف برميل هذا صحيح نحن أمام حالتان الآن إذا تحسنا الاقتصاد الصيني واليوم قامت الصين كما معروف في كل الأسواق العالمية اليوم هناك خبر هذا الصدمة بالنسبة للأسواق وهو خفض قيمة اليوان بمقدار 2% هذا التخفيض سوف يساعد الصين على زيادة الصادرات وعندما نتكلم عن زيادة الصادرات فمعناها أن إنتاج المصانع في الصين سوف يزداد قد يحتاج هذا الأمر من 6 أشهر إلى عام أيضا هناك تفاؤل بالنسبة لبقاء اليونان في منطقة اليورو وبالتالي أيضا الاقتصاد الأوروبي سيتحسن العامل الآخر هو قوة الدولار التي في الشهر المقبل قد يكون هناك رفع في سعر الفائدة ما يجعل قيمة الدولار تنخفض وبالتالي ينعكس إجابا على أسعار النفط لماذا ذكرت كل هذه العوامل لأن هذه العوامل أثرها سوف يظهر بعد سنة من الآن إذا قارننا هذه الإيجابيات مع النفط الإيراني الذي يحتاج أيضا إلى سنة فإن هناك سوف يكون شبه توازن في السوق يعني لن يكون هذا الانخفاض أنا لا أؤيد أن سعر النفط سوف ينخفض إلى 10 دولار لأن هناك سوف يكون طلب هذا الطلب لن يكون كبير وبذلك حقق هذا التوازن قد نصل إلى سعر 70 دولار للبرميل في نهاية العام 2016 أنا أشكرك المدير في ICDS سيد صادق الركابي كنت معي من لندن شكرا جزيلا لك في المقابل أثار تباطئ نمو الإختصاد الصيني خلال العام الجاري قلقا متزايدا في الإختصادات المرتبطة بالاستراتيجية الإختصادية الصينية خاصة مع خفض بكين لنمو إنتاجها الصناعي الأمر الذي يتسبب في تراجع الطلب على النفط ويزيد الضغط على الإختصادات النفطية بشكل عام والاقتصاد السعودي بشكل خاص في العالمة كل شيء مباح العالم قرية صغيرة وأية حركة في قطب تكون لها تبعات في قطب آخر فهي ضريبة تدفع ثمنا للانفتاح العالمي فعلى وقع إحصاءات تباطئ النمو الاقتصادي الأخيرة في الصين أبدت أوساط مختصة في الصناعة النفطية الخليجية قلقا من بوادر تراجع نمو الاقتصاد الصيني التي ستلقي بظلالها على الاقتصادات منطقة الخليج يأتي في مقدمتها اقتصاد السعودية خلال العام الحالي ومع دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم مرحلة التباطئ النسبي للنمو خلال السنوات الماضية فقد كان لهذا الأمر تبعات على الاقتصاد الخليجي وتحديدا على الاقتصاد السعودي باعتبار أن الصين أحد أسباب تراجع الطلب على النفط ووجود فائضا في المعروض بشكل خاص بعد قرار الصين خفض نمو الإنتاج الصناعي تفاديا لحدوث تكدس في البضائع وهو ما كان صادما للاقتصاد العالمي عام ولسوق النفط خاصة الأمر الذي خفض الطلب الصيني على النفط مما زاد من حدة الضغوط على أسعار النفط والتي هبطت إلى ما دون مستويات الخمسين دولارا للبرميل الأمر الذي أدى إلى إطلاق السعودية أول موازنة بعجزا لها منذ العام 2009 في إشارة واضحة إلى حجم الضغوط التي تتعرض لها إيراداتها العامة وفي ظل سعي الحكومة السعودية للحفاظ على حجم إنفاقها فقد لجأت المملكة مؤخرا نتيجة الضغوط على أسعار النفط إلى احتياطياتها النقدية لتعزيز مستويات إنفاقها كما أجبرتها الضغوط على إيراداتها إلى اللجوء إلى سوق السندات لكن ونتيجة للسياسة الرصينة التي اتبعتها السعودية خلال السنوات الماضية بتوفير احتياطيا نقديا كبيرا جدا وصل إلى ما يعادل تريليونين وخمسمائة مليار ريال فإن من شأن ذلك أن يخفف عنها الكثير من الأعباء إذ يمكنها من أن تسحب من هذه الاحتياطيات لمدة سنتين أو ثلاث وتستمر في معدل الإنفاق القوي نفسه إلى أن يتعافى الاقتصاد العالمي أنتم تتابعون جلسة العمال من سي أم بي سي عربية بعض الفاصل سنقف على موضوع مهم إصدار بطاقة موحدة للسائح العربي حتى تسهل تنقله داخل أي دولة دون جواز سفر معنا مباشرة من الرياض بعض الفاصل رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية محمد المعجل بعض الفاصل أهلا بكم من جديد أصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال سعودي وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية وتراوحت أجال السندات بين 5 و 10 سنوات وذلك على النحو التالي 5 سنوات بمعدل عائد 1.92% 7 سنوات بمعدل عائد 2.34% 10 سنوات بمعدل عائد 2.65% وكانت وزارة المالية قد أصدر سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال سعودي في إصدار خاص للمؤسسات العامة وذلك في شهر يونيو 2015 أقر مجلس وزراء الداخلية العرب إصدار بطاقة موحدة لسائح العربي لتسهيل تنقل السياح داخل أي دولة يقصدونها دون الحاجة لاستصحاب جواز السفر يأتي هذا القرار بمبادلة المنظمة العربية للسياحة وبين رئيس المنظمة العربية للسياحة وأن البطاقة سيتم إصدارها قريبا في المنافذ البرية والبحرية والجوية إضافة إلى إمكانية إصدارها في الفنادق ووكالات السفر والسياحة بصلاحية استخدام تبدأ من ثلاثة أيام حتى عام والهدف من البطاقة التي ستحتوي على جميع بيانات السائح هي تسهيل تنقله دون أن يحمل جواز السفر مع مباشرة من الرياض رئيسة لنية السياحية بغرفة الرياض سيد محمد لمعجل سيد محمد مساء الخير وأنا شاكل لانضمامك معنا بدء أن دعنا نتساءل حتى نفهم حيثيات هذا القرار بشكله الأمثل أحيانا يتبادل إلى ثاني كثيرين بمجرد ذكر جواز السفر بأنني يمكن أن تقل مثلا من القاهرة إلى أبو ظبي بهذه البطاقة من الممكن أن يفهم البعض ذلك والخبر يقول بأن هذه البطاقة للتنقل داخل الدولة المعنية دون الحاجة لإستصحاب جواز السفر نوت في البداية تبيان ذلك للفائد العام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله الحقيقة فكرة البطاقة هي تسهيل الأصل تسهيل حركة السواح العرب بين المناطق العربية والدولة العربية والحقيقة المنظمة العربية للسياحة يرأسها الدكتور عبندر صديقنا عزيز بندر الفهيد الحقيقة كان لها خطوات جيدة وسعي في هذا المنحة ونعتقد أن البطاقة من الأدوات التي تسهل إن شاء الله بين السياحة البينية في الدولة العربية وتدعى الساحة العربي ليستطيع أن يتنقل ويطمئن إلى على أقل أن هناك بعض البطاقات الرسمية زي الجواز تكون في أقل خطورة ووجود البطاقة تساعد في تسهيل حركة بين أي موقع وبالتالي كل معلومات موجودة عندها موجودة في البطاقة وحنا الحقيقة في اللجنة الوطنية للسياحة في المنطقة السعودية نشجع أي نوع نوع البطاقات التي تدعم السياحة سواء كانت داخل المنطقة السعودية أو على مستوى الدول العربية أو الدول الخارجية لأن بطاقات سواء كانت بطاقات إتمانية أو بطاقات تسهيلية أو بطاقات تعريفية كلها تصف في مصلحة السائح بالدرجة الأولى وتضع السائح أن يكون في خطوة متقدمة أمام السفر وأمام التنقل وأمام أماكن الإيواء السياحي بسهولة يعني هذه الخطوة هي خطوة تنظيمية من الدرجة الأولى لا تحفي السائح من بقية الإجراءات الأخرى فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى ما ذلك من هذه التفاصيل هل هو كذلك؟ نعم تبقى كل دولة لها السيادة في إصدار الفيزا والتأشيرات ولكن إنما هذه تسهل عملية أنا عندي تأشيرة لدولة أماء دولة عربية فأستخدم بطاقة بالتسهيل والبطاقة قد تصل من المنافذ البرية أو المنافذ الجوية فيهن حنا الحقيقة في اللجنة أيضا اللجنة الوطنية للسياحة في الدورة السابقة أصدرنا الحقيقة ووفقنا على إصدار بطاقة اسمها بطاقة عضو الأسرة السياحية يعني تشجع الأسرة السياحية وكل فيها الأستاذ صالح الزيد العلامي المعروف بإنشاء منشأ لهذا السيء وإنشاء منشأها بإسم نادي الأسرة السياحية بحيث أن تكون الأسرة السياحية اللهم العوائل اللي يشتغلون فيه والموظفين والعاملين في القطاع السياحي سواء كان في قطاع حكومي أو قطاع خاص أو منتجعات أو منشأات سياحية أنه لهم بطاقة هذه وتكون بطاقة هذه مسهلة لهم في تخفيضات سواء كان في الفنادق أو في النقل لحن نعرف كلنا أن النقل الجوي والإيواء السياحي بشكل عام هي المؤثر السعري في السياحة فهذه أحد البطاقات اللي تساعد في التنقل وحن نحاول بقدم كان في كلجنة سياحية ومهتمين بقضايا السياحية نحاول نسهل على السائح التنقل في جميع مناحية وبالذات اللي فيها تكون الأسعار مقفضة من هذه الزاوية نعم سيد محمد أنت تعلم أن الدول العربية تتباين من حيث المقدرات والإمكانات في مطاراتها إلى مدارك من هذه التفاصيل هل هذه البطاقة أيضا قابلة ربما لأن تواجه معويقات من هذا النوع خاصة إذا كانت تقرأ إلكترونيا مثلا أم أنها صالحة لكل الدول نتمنى أن تكون المطارات العربية كلها في مستوى وموحد من ناحية التقنية ومن ناحية الخدمات وعندنا المطارات الحقيقة حدث حدو ممتاز واسبقية عالمية مثل المطار دبي وغيرها ننتمنى أن المطارات الأخرى الدولية في الدول العربية تنحن المنحة هذا ولكن نتصور حنا أنه ليس الأمر بالسهولة في البداية لكن مع الوقت ومع الاستمرار تتحسن الخدمات فالبطاقة قد تجد في البداية في بعض المطارات خدمة سهلة وبعض المطارات الأخرى قد تجد في بعض الصعوبات والتحديات ولكن هذا لا يقلقنا كثير لأننا نعرف أنه لدائما الزمن في صالح التطور نعم سيد محمد دعنا ننتهي زيودك وأعرج قليلا على السياحة وأنت مراقب في هذا الاتجاه عن كثب حدثنا عن شكل السياحة العربية نفسها إلى أي مدى تأثرت بما يدور من أحداث في المنطقة طبعا هي السياحة العربية عقب ما يسمى بالثورات العربية أو الربيع العربي تأثرت كثيرا جدا 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 وكان هذا منصالح بعض الدول في بعض الدول العربية استفادت من هذا الشي ولكن كان في الدول أخرى غير العربية استفادت من هذا الشي يعني دول كانت دات جدب سياحي تأثرت كثير سواء كان مصر أو لبنان أو سوريا وحتى تونس كانت ذاتي جدب سياحي والذات الخليجيين السياحة البنية بين دول العربية ليست بالمستوى المطلوب حتى حجم السياحة في العالم العربي لا يتعدى 3-4% من الجمال السياحة العالمية السياحة تستطيع 2.5% من الجمال السياحة العالمية والسياحة البنية مازالت ضعيفة مازالت ضعيفة جدا مع العلم أن مجلس الوزراء السياحة العرب يخطو خطوات وقر قرارات جيدة في تنشيط السياحة البينية ولكن ما زالت هناك حقيقة كثير من التحديات التي تواجه منها طبعا تأشيرات واحدة من التأشيرات من الهمية ونقضة ثانية حقيقة ما زال سواء كان السائحة أو المنشاة السياحية لا ترتقي بشكل أو آخر مقارنة تنبيه المنشاة السياحية في دول متقدمة السياحية سواء في الأوروبا أو في شرق آسيا أنا أشكرك ضيفي من الرياض رئيسة لنية السياحية بغرفة الرياض سيد محمد لمعجل شكرا جزيلا لك جوجل أعلنت على مدونتها الرسمية عن إطلاق شركة جديدة تدعى ألفابيت لتكون هي الشركة الأم والغطاء لشركة جوجل ولباقي خدماتها والشركات التابعة له بعد موجة من اتهامات الاحتكار التي اشتاحت الذراع البحثية العملاقة جوجل ومع وجهته من محاولات متكررة لتحجيم هيمنتها الواسعة قررت جوجل مفاجأة الجميع بإعادة هيكلة شركتها وذلك من خلال جعلها أكبر قسم ضمن ثمانية أقسام أخرى تحت مظلة ضخمة قامت بإنشائها مؤخرا باسم ألفابيت أي الأبجدية حيث ستشكل ألفابيت مجموعة من الشركات التي ستضم جوجل بكل منتجاتها كآلية البحث واليوتيوب وأندرويد بالإضافة إلى شركات أخرى تدير مشروعات مختلفة وبعيدة عن مجال الإنترنت كالمشاريع التقنية والصحية وفيما تتيح هذه الخطوة لشركة جوجل التركيز على مشاريعها الإبداعية وزيادتها شهدت أسهم جوجل ارتفاعا يقارب 7% بعد ساعات من التداول وستفسح شركة ألفابيت عن مكاسب شركة جوجل بشكل مستقل عن مكاسب المشروعات الأخرى كما أنها ستحل محل جوجل في التداول العام في سوق الأسهم وبذلك تصبح جوجل شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ألفابيت وأما فيما يتعلق بتوزيع المهام والأدوار الإدارية سيترأس سيرجي برين شركة ألفابيت ليتولى شريكه لاري بيج منصب المدير التنفيذي لها أما منصب المدير التنفيذي لشركة جوجل فسيكون من نصيب المهندس سوندر باتشاي وفيما كانت استثمارات شركة جوجل في مجالات متنوعة تثير قلق المستثمرين في السابق يبدو أن عملية إعادة الهيكل هذه قد منحت الشركة شفافية أكبر تجعل المستثمرين راضين عن أدائها بشكل واضح نور قاضي أمين سي أم بي سي عربية ولما سألوا الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت لماذا اخترتم هذا الاسم أشار إلى أن ألفابيت تعني الأبجدية وهي واحدة من المخترعات البشرية المزهلة المبدعة والتي تعتمدها جوجل في الفارسة الجزء الثاني والشقة الآخر من الكلمة بت وتعني الرهان وهو يقول الرهان على العائدة الاستثماري المجزي يستثمر كل شيء هؤلاء على كل إذن ألفابيت ستكون عالم جديد واسم جديد وسيحظى مؤكدا بكل ما هو جديد تحياتي وفريق العامل في هذا البرنامج إلى نقاء هذا البرنامج برعاية زين